اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانالتقيكم في حلقتني جديدا برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي مع بدء ما يسمى بالحرب الروسية والديوكرانية خرجت علينا اخبار تقول انه احد الصحفيين الذي يعمل مصور موقت يعني يعمل بالقطعة بتكليفات من صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قتله وهو يغطي الحرب الروسية الاوكرانية واذا بالدنيا تقوم ولا تقعد كل وسائل الاعلام كل السياسيين في العالم يتحدثون عن مقتل هذا الصحفي وكيف قتل هذا الصحفي وهذا انتهاك لحرية الصحافة وهذا انتهاك للانسانية والحقوق والثقافة لم يبقوا عبارة الا وقالوها كل المنظمات ادانت كيف يقتل هذا وهو صحفي وبغض النظر نحن مع الانسان ودم الانسان عندنا اينما كان في اي قطعة من الارض في اي مكان في الدنيا يعني غالية ومحرمة لم الانسان محرم قتله لكن لكننا نزعل بشدة يعني ربما مثل ما يقالي اكلنا القهر والاذى والسوء عندما نرى التفرق بهذه الشكل عندما نرى الكيل بمكيالين عندما نرى ان دماءنا لا تساوي شيئا بلا ثمن ودماء الاخرين بثمنا كبير صحفي واحد وهو يعني صحفي يعمل بالقطعة لا يعمل بشكل متواصل بشكل موقت ومصور هو يعمل يعني صحيفة نيويورك تايمز تكلف الامريكية تكلفه بين فترة واخرى لتأمين بعض الصور عن هذه المناطق واذا به يقتل وربما قالوا في بداية مقتله قالوا لم نكلفه نحن بشيء وهو لم يعمل الآن لا يعمل معنا مع ذلك قامت الدنيا ولم تقعد لانه يحمل الهوية الصحفية لكن في العراق اتحدث عن العراق عن بلدي منذ عام 2003 لغاية ربما لغاية نهاية العام الماضي 2021 من قتل من الصحفين العراقين 475 صحفين واعيد الرقم مرة اخرى 475 صحفين قتلوا منذ عام 2003 احتلال العراق احتلال الامريكي للعراق احتلال الامريكي والايراني للعراق لحد نهاية عام 2021 475 صحفين لم تقموا الدنيا ولم تقعد ولا احد يذكرهم الحقيقة يعني امهاتهم واباهم واهلهم شبعوا بواكه عليهم 575 صحفين ولا احد يسمع صوتهم ولا احد يستغيف ولا احد يعني يتم لدمائهم كأن دمائنا لا تساوي شيئا مياه وربما اقل من المياه المياه غالية عندهم ودماء الاخرين غالية هذه التفرقة بين اصحاب الشعر الاصفر العون الزرقاء وبيننا هذه كارثة كبيرة الغرب هذا المتوحش بانيابه تنهش باجسادنا ظهر بكل بشاعته بكل قباحه بكل سوء الحقيقة يعني هذه واحدة من المقارنات بين صحفي قامت الدنيا ولم تقعدوا بين 475 صحفي حتى نهاية 2021 قتلوا على يد الأمريكان المحتلين وعلى يد الإصابات التي جاءوا بها وحكمة العراق ميليشيات وأحزاب قتلوا لأنهم دافعون الحق لأنهم تحدثوا بالحق لأنهم نشروا بعض الحقائق لأنهم جاهروا بقول الحقيقة هذا كل الحال قتل 475 يعني نساء ورجال من الصحفي هؤلاء قتلوا وتركت بعض أجسادهم في المزابر من قبل الميليشيات ومن قبل الإصابات عدا الذين غيبوا لحد لا أحد يعرف أينهم هذه الجرائم قتلتهم قوات أمريكية قبل غزة العراق منذ عام 2003 قتلتهم قوات إيرانية وقتلتهم ميليشيات وقتلوا ودمرت مؤسسات عراقية صحفية كبيرة وصينة دمرت ولا أحد يتحدث عنها بأياد آثمة تعاونت مع المحتل ودمرت ونهبت وصرقت وخربت وأحرقت تاريخ كامل ولا أحد يتحدث عنها هذا واقع الحال هل يمكن أن يعقل هل تعقل هذه هذه التصرفات هل يمكن أن يقبل هذا العالم ونحن في القرن الـ الواحد وعشرين الآن تقبل مثل هذه التصرفات يقبل التفرقة بين الناس بهذا الشكل تقبل التفرقة بين دم ودم بين روح وروح بين إنسان وإنسان لأن وفق لخارطة اللون واللغة والدين والعقل هل هذا يقبل؟ ويتحدثون عن حقوق الإنسان وعن الحرية وعن القبول بالرأي الآخر والشفافية وينادون بالشفافية والحرية وحققوا حرية للصحافة أنتم تقتلون الصحافة تقتلون كل صاحب رأيه وتذبحونهم ولا تتحدثون عن شيء لكن عندما يقتلونكم أحد تقوم الدنيا ولا تقعد هكذا هي النظرة الاستعمارية النظرة الاستعلائية نظرة التفريق والتفريق العنصرية التي يتعامل بها الغرب وأمريكا مع شعوبنا مع ناسنا وهذا جزء من دروس ما حصل إلى العراق والذين جاءوا إلى العراق والبعض سماهم هؤلاء الذين يحكمون العراق اليوم سموهم جيش التحرير وهم جيش احتلال وجيش خراب ودمار ونهب وتدمير وقتل وسفك دماء وإرهاب للناس سموهم جيش التحرير لأنهم أجلسوهم على الكراسي وفتحوا لهم الخزائن وقالوا لهم اسرقوا ما تشاءوا وما زالوا يسرقون والشعب يزداد فقرا وضيما وأذن وكل يوم تسفك دماء صار عندنا نهر ثالث نهر الدم العراقي هذا واقع الحال الحقيقة وهذا يمكن التطبيق على كثير من دول صحفين في بلدان كثير عربية وما يسمونهم دول العالم الثالث دول الفقيرة هذه والدول غير متقدمة كما ينظرون إليها دول الإسلامية لا أحد ينظر إلى شعر شعوبهم ودماءهم لا تساوي شيئا الدماء فقط لأصحاب الشعوب الشعر الأصفر والعيون الزرقاء والجلود البيضاء هؤلاء الذين قيمتهم عالية جدا ولا يمكن القبول بقتلهم ولا يمكن القبول بالإساءة إليهم هذا واقع الحال كانوا في أمريكا يكتبون على المطاعم والأماكن وفي كل أماكن وقاعات ودور السينما لا يسمح بدخول الكلاب والزنوج أصحاب البشر السوداء وجاءت فترة قالوا انتهينا من هذه وجاءوا برئيس أسمر قالوا لاحظوا لا نفرق لكن واقع الحال تفرقة موجودة وهذه كذبة كبيرة وما زالوا يتصرفون من غير هذه الشعارات بنفس الأخلاق ونفس الرؤية الغرب وأمريكا يتصرفون بهذه ويسوقون لنا مبادئ وقيم هم لا يعترفون بها ولا يحترمونها ما الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى الرحمة لكل أصحاب الرأي أصحاب الحق الذين استشهدوا وهم يدافعون الحق ويحفظكم الله ويحفظ العراق وينقذهم ما فيهم كراب وأذى وكارثة وقت هذه الحلقة مثل ما قلنا قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة